عيبة كتير جدا قدوا بشكل جيد من نسبالي محمد مغربي من مكاسب كاس ربطة الاندية المحترفة المصرية ان مستر بيتسو موسماني يكون بيديله وبيصعده وبيخدم عكاس العالم للاندية ويشارك بالشكل ده فهي حاجات كتيرة جدا برضو بتحسب لبيتسو موسماني اللي لو هنقول مين رجل المباراة البعض كان بيشير اليه من دراسته لفريق مونتيري المكسيكي من ادارته للقاء من ان هو قدر يوقف كل مفاتيح بطل الكونكاكاف خلونا نتابع بعض التصريحات الخاصة من مستر بيتسو موسماني المدير الفني للنادي الاهلي ونعود مرة تانية عدت بعد ظهر اليوم وحضرت المباراة وانا فاقد للكثير من طاقتي وكنت حاضر للمباراة وانا مرهق جدا المباراة صارت كما توقعت واللعبون سيقولون لك ذلك نحن ذكرنا هذا الفريق جيدا وكان علينا ان نضغط على مناطق تميزهم وكانت لنا الفرصة في الهجمات المرتدة لانهم يهاجمون بعدد كبير من اللاعبين والمباراة خرجت بالضبط كما رسمتها لللاعبين وهم سيقولون لك ذلك اصعب اوقات المباراة التي مرت علي هي عندما كان يهدر اللاعبين للفرص الوحيدة تلو الاخرى لانني كنت انتظر الهدف الثاني وهذا طبعا مثل ضغطا كبيرا لاننا كان لدينا الفرصة لمضاعفة النتيجة ولم نستغل الفرصة واقول لمشجع الاهلي اننا نحبهم وهم موجودون معنا هنا ويدعموننا ويعطونا طاقة اضافية واكد لكم جميعا اننا هنا لننافس وليس لمجرد التواجد ولدينا الروح وسنواجه اي شيء واقول للاعب الاهلي المنضمين للمنتخب ان عليهم ان يفوزوا بالنهائي فنحن في النهائي اخيرا وعلينا ان نفوز به واتمنى حظا طيبا للجميع كيروش وروجر ووائل جمعة وكابتن صلاح وكل اللاعبين وكل لاعب الاهلي في المنتخب واقول للشريف انه عندما سينضم الينا سيكون اضافة كبيرة لنا وسيدعمنا ان شاء الله مهم جدا ان المدير الفني يكون على دراية بكل مباراة بيكون بيلعبها ويكون كمان عنده شخصية دايما ان انت البطولة اللي انت داخل عليها انت مقدر جدا حجم البطولة ومقدر جدا حجم جمهور النادي اللي انت شغال او موجود فيه فانت مسماني ماشي في شكل كويس جدا مع النادي الاهلي لحد الوقت وكل الحقيقة بيشارك فيها بيلاقي شكل وبيلاقي روح وبيلاقي اداء مختلف مع النادي الاهلي كانت ايه الظروف الصعبة اللي بتعاند مدير فني زي المسماني باللعبة اللي مش موجودة عنده وعلى فكرة